اشتركوا في القناة بين البلدين في عام 2014 وقد رحب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالوفد البكستاني مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين مشيرا إلى همية الزيارات رفيعة المستوى والتي أسمت في تعزيز وتوطيد تلك العلاقات منوها بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله إلى جمهورية باكستان الإسلامية في عام 2014 وزيارة دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين في عام 2019 وشهد سعادة وزير الخارجية بإسهامات الجالية الباكستانية ودورها في المسيرة التنموية لمملكة البحرين مؤكدا سعدته على أنه تنفيذا للتوجيهات الإنسانية لجلالة الملك المفدى ووفقا للقيم والمبادئ البحرينية الأصيلة فإن مملكة البحرين حرصت على تقديم كافة الرعاية إلى الجالية الباكستانية المقيمة خلال جائحة فيروس كورونا من خلال توفير الرعاية الصحية والفحوصات واللقاحات وتمديد التأشيرات والدعم وإن المملكة ستواصل بذل كافة الجهود لرعاية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه إلى مناقشة بناءة ومثمرة وإتاحة الفرصة لاستكشاف مجالات التعاون وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة متمنيا تحقيق أفضل النتائج لهذا الاجتماع من جانبه أعرب معالي السيد شاه محمود قريشي عن شكره للجانب البحريني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لمعاليه والوفد المرافق له منوها بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والتي تتسم بروح الصداقة والتضامن مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها كلا البلدان في العديد من المجالات بمرور الوقت يمكن تقاسمها من أجل المنفعة المتبادلة مشيدا بل مشددا على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين كما صلط الجانبان الضوء على همية الاجتماعات الدورية للآليات الثنائية الراسخة والزيارات الثنائية رفيعة المستوى مشيرين إلى الزيارة الناجحة التي قام بها دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في السادس عشر من ديسمبر من عام 2019 إلى المملكة بالإضافة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى إلى جمهورية باكستان الإسلامية في فبراير 2014 هذه الزيارة التي أرست أساسا قويا لبناء علاقات وثيقة بين البلدين وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد رئيسي مجلس الوزراء إلى جمهورية باكستان الإسلامية في ديسمبر 2006 وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات منها السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية والصناعة والصحة العامة والتوظيف في الخارج والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والثقافة والفنون والزراعة والثروة الحيوانية والتعاون الفنية وقد عقد الجانبها مناقشات مثمرة واتفقا على العمل معا من أجل التفاعل بين مؤسسات العمال التجارية بين الجانبين ووضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين هيئة تنمية التجارة الباكستانية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والتعاون من أجل الاستثمار المشرك في القطاع الصناعي وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء لمجموعات العمل المشتركة في الزراعة والتجارة والاستثمار والعمالة والقوى العاملة وقطاع النفط والغاز وقطاع تكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالية وعلى هامش اجتماع اللجنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ومجلس الاستثمار الباكستاني لتعزيز الاستثمار الثنائي بين البلدين الصديقين كما قرر الجانبين تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الثنائي على وجه السرعة والانتهاء في أقرب وقت ممكن من مذكرات التفاهم الاتفاقيات قيد النظرة واتفق الجانبان مبدئيا على عقد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية في اسلامباد عام الفين واثنين وعشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة